في خضم التجهيز للعملية البرية في غزة أجرت إسرائيل تحسينات على إحدى دباباتها والسبب مسيرات حماس كوب كيج هو نوع من الدروع عززت به إسرائيل دباباتها لحمايتها من هجمات عامودية كالصواريخ أو الطائرات بدون طيار تبقى مشكلة صغيرة وهي أن القفص الجديد يغطي البرج ويترك جزء الهيكل الأمامي مكشوفا حيث يوجد المحرك والضجيج وهما نقطة الضعف في تصميم المركافة ومن هنا يأتي دور منظومة تروفي الدفاعية المصممة لردع أي تهديد مضاد للدبابات بحيث تعمل راداراتها الأربعة على مسح إلكتروني بزاوية 360 درجة وتكمن الميزة الفتاكة لهذه المنظومة في اكتشاف وتحييد الأهداف منخفضة المدى خلال ثوان فقط من خلال التفاعل مع منصات القتال بسرعة كبيرة وبدقة إصابة تصل إلى 90% تمتلك المنظومة ميزة أخرى وهي العمل في ظروف مناخية قاسية كما أن لها إضافة حديثة تمكنها من البقاء شبه متخفية من خلال تشغيل الرادار فقط عند اكتشاف إطلاق تهديد وستشكل حرب غزة الامتحان الميداني الأول لهذه المنظومة معنا هنا في السوديو مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح رياض قهوجي أهلا بك معنا أستاذ رياض مرة جديدة ماذا نعرف أكثر عن هذه المنظومة ما نقاط قوتها ونقاط ضعفها شرحنا بعضها ولكن لو تبسطها لنا لو سمحت التروفي هي تشكل الدرع أو يتوقع أو يؤمل أنها ستشكل الدرع هي تستطيع هي مزودة برادار موصول بكمبيوتر فيه ذكاء استناعي عند إطلاق أي صاروخ RPG أو صاروخ موجه مثل كورنت الرادار يلتقط هذا الصاروخ وبرمجة الكمبيوتر مع الذكاء الاستناعي يحدد أين نقطة الاعتراض فتطلق مجموعة من القلل مثل حديد كرات صغيرة من الحديد تشكل كحائط مقابل الصاروخ فيصدم الصاروخ فيها فينفجر بعد نبعد ثلاث أربع أمطار وخمسة أمطار عن الدبابة وهذه إذا عملت بالطريقة التي تقول إسرائيل أنها تريدها يمكن أن تحد بالمعنى العسكري من الخسائر التي يمكن أن تقع في صفوفها ولكن إلى أي مدى؟ هي تحد إنما السؤال هي إن أطلق على الدبابة من نفس الزاوية أكثر من صاروخ يعني هناك كثافة نيران على الدبابة طبعا لن تستطيع أن تروفي تنجح لأن إعادة التعبئة تحتاج إلى بضع دقائق لتتعامل مع هدف آخر وبالتالي مثل ما يحدث اليوم مع منظومة القبة الحديدية الحماس تستخدم كثافة نيران لاختراك هذه المنظومة الأمر ذاتي سيكون مع طروفي يجب أن يكون هناك كثافة نيران من زاوية واحدة لاختراكها الآن إسرائيل تقول إنها قتلت مسؤول تطوير الأسلحة في حماس محمد صبيح وهو يبدو أيضا المسؤول كما تقول الأخبار عن تنسيق مع الحركات الأخرى في المنطقة عسكريا إلى أي مدى بالمعنى العسكري ووفق العقلية الإسرائيلية هذا صيد ثمين لها؟ هو يؤثر لمدى طويل لأنه على موضوع التطوير والتطوير عادة يحتاج إلى وقت نحن اليوم في عملية حية عادة يكون له مساعدين نواب وبالتالي على الأرجح سيعين بديل له خلال الأيام المقبلة وبالتالي سيكون له تأثير إنما ليس بالحجم الذي يتوقع أن يكون لا تكون الهراميات محددة وموجودة من قبل في هراميات العسكرية والأمنية والخيارات المديلة يعني إن تم القضاء على مساعديه جميعهم طبعا هذا سيؤثر بشكل كبير على قدرة حماس على تطوير قدراتها للتعامل مع التهديدات الجديدة ولكن هذا ربما يحد من قدرتها على الاستمرار في التصنيع لأنه كله يأبرز حتى لو أتت القطع من الخارج وعبر الأنفاق طبعا تحتاج إلى المهندسين تحتاج إلى الأشخاص الذين يحملون لم يكون المعرفة التقنية بهذا الأمر وبالتالي فقدان هؤلاء الأشخاص خاصة أصحاب الخبرة والقدرة على القيادة يؤثر إنما متى يظهر التأثير هذا سيظهر بعد وقت لأن عملية التطوير والتصنيع هي تظهر نتجتها بعد فترة نحن الآن في خضم هذه المعركة وبالتالي التأثير لن يكون فوري سيظهر التأثير بعد فترة منذ نعم قلنا مرارا بأن العملية البرية قد تكون تأخرت أو أخرت لعوامل عديدة هل هناك أي معطيات جديدة فيما يتعلق بتأخير إسرائيل لهذه العملية هناك أسباب عديدة تعطى شيء يتحدث عن إدخال المساعدات أولا آخر يتحدث عن منضوع رهائن هناك من تحدث على أن زيارات القيادات أن سياسيا ليست جيدة أن تطلق العملية خلال زيارة رئيس دولة في نفس الوقت وبالتالي إنما التجهيزات باتت حاضرة القرار السياسي التخد الغطاء الدولي يعني الضوء الأخضر الدولي من القيادات الدولية الغربية بات بشكل واضح جاهز وبالتالي نحن ننتظر لحظة الصفر التي الإسرائيلي هو وحده يعلم لحظتها في الساعات الأخيرة تحدث رئيس بايدن عن أجر شبه مقارنة بين حالتين روسيا وأوكرانيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وتحدث عن ما أسلفنا وذكرناه عن أنه نقطة من عطاف في التاريخ إلى أي مدى باعتقادك أمريكا ستكون قادرة من الناحية العسكرية وليس من الناحية السياسية أن تبقي على التزاماتها تجاه الطرفين معا وهناك تحذيرات بهذا الشأن لأنه المليارات لأن تطلب من الكونغرس ضغط كبير ضغط كبير إنما أمريكا هناك نقطة ضعف باتجاه إسرائيل ومن هنا اليوم قام بمزج سلة كاملة تضم مساعدات أوكرانيا وإسرائيل وحتى ما يخص أمن الحدود مع مكسيك يعني للتعامل مع الهجرة الكثيفة باتجاه أمريكا وضعهم كلهم في سلة واحدة لتسهيل تمرير الأمر وتخفيض مستوى الممانعة داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ شكرا جزيلا لك أستاذ رياد قهواجي على كل هذه الإحاطة التي وفيتنا بها مستشار العربية لشؤون العسكرية والتسلح شكرا